بسم الله الرحيم والصلاة والسلام وعبوة الرحمة العالمين الحكم الشرائي لحلق اللحية بالموس حلق اللحية بالموس من الكبائر الزنوب بل هو تشبههم بالنساء والكفار والمشركين والمجوس وأهل الكتاب وأهل البدع بل هو تخنص كما يقال كثير من العلماء أكتب حدودكم تحت الفيديو وهم 25 عالم لكن المتاح 24 عالم لأن المساحة تحت الفيديو لا تكفيش أكثر من كثير بداية من قائمة الأربعة إلى يومين هذا وحلطتكم الأدلة أو بعض الأدلة القاطعة على حرمة حلق اللحية بالموس لكي يسمعني للوقت عنده دين عنده خوف من الله سبحانه وتعالى يتق الله سبحانه وتعالى ويتوقف عن حلق اللحية بالموس أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الأحاديث الصحيحة المتفق عليها أعفو اللحة وجز الشوارب خالفه المجوس وفي رواية أخرى أعفو اللحة وقص الشوارب خالفه أهل الكتاب وفي نهاية السالسة أعفو اللحة وقص الشوارب خالفه المشركين خالفه أهل الكتاب ألف مرة خالفه المشركين مرة ألف خالفه أهل الكتاب مرة ألف خالفه المجوس طيب هل الأمر بمخالفة هؤلاء الكفار سواء كامل اهل الكتاب او نجوس او مشركين. على الندب. على الاستحباب اللي عايز يعمل يعمل. مش عايز يعمل ما عاملش. والمخالفة هؤلاء الناس واجبون شرعيون حتميون جازم. يريدكم راح تسمعين يجوابني. مخالفة الناس دي في شرعيتهم وفي سودانهم. على سبيل على سبيل الاستحباب. على سبيل النادب. على سبيل الوجوب. اي انسان عنده ظهرت عقل. على سبيل الوجوب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ليس منا من تشبه بغيرنا. مش مننا. فلا تشبهه باليهودي ولا بالنصارى. وفي رؤية اخرى من تشبه بقوم فهو منهم. فالتشبه باهل الكفر واهل البدع والمشركين واهل الكتاب كبيرة من كبائر الزنوب. لان الرسول عليه السلام قال مش مننا. بيبقاش مننا. مش معنى انه كفر وخرج من اسلام. لكنه فعلا فعلا مقيتا جعله لا يعني. هو لا ما بيسترفش صفات المسلمين بيسترفش صفات الكفار. فاذا ما رسوله اهل الكتاب يبقى اذا اذا امر على سبيل الوجوب. اللي ما بيخالفش يبقى بيحكي. ما فيش حاجة ما فيش وصف بينهم. يبقى يتخالف يبقى يتقلد. ما فيش عملي يسمى انصوف حلول. ما فيش عملي يسمى نقسم بالدل ضصين. اللي ما بيخالفش اهل الكتاب والكفار والمجوس والمشركين. بيقلدهم. يا بيتخالف يا بيتقلد. برعصوص عم يقول خالفه اهل الكتاب يبقى يبقى لازم يننفذ امر رسوله سهلا بمخالفة هؤلاء الناس لترك اللحية وجز الشوارب أو قص الشوارب لو أنت ما عملتش كده يبقى أنت ما تخلفش يبقى أنت بتقلد ده الدليل الأول وطبع مخالفة أولئي الناس من التشابه فهؤلاء الناس من الكبائر من كبائر الزنوب لأن تشابهها بقوم فهم منهم الدليل الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عندما أرسل رسوله بعد صلح الحدايبية اللي يجعل الناس تدخل في الإسلام عندما وصل وصلت الرسالة إلى كسرة مزق الرسالة وقال هتولي هذا الرجل تحت قدمه هتين وبعث إله رسلين من رسله عندما عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بتمزيق الرسالة دع عليه وقال اللهم مزق ملكه وكما مزق رسالته فانقلب عليه ابن أخته وقتله كان اسمه يكسون وكان لسه الرسول كسرة في الطريق لما وصل الرسول كسرة في الطريق ودخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا حالقين كانوا حالقين اللحة وتركين الشارب فدخلوا على رسول صلى الله عليه وسلم فرسول صلى الله عليه وسلم صدم لما لقوا من شكلته قال له فلنظر إليهم مستنكرا ثم أشاح بواجهي إلى نحاية الأخرى هكذا ثم نظر إليهم مرة أخرى وقال لهم ما هذا يعني مشيرا إلى الوجه فقالوا له أمرنا ربنا بهذا أو أننا أمرنا ربنا أن نحلق هذه ونترك هذا فقال لهم أما أنا فأمرني ربي أن أعفي هذه وأحلق هذه أعفي يعني ما جيش نحيتها خط إلا طبعا بضوابط معينة في الحفحاجة العمراء أو لما تكبر أوي عد بعض المذاهب بل بعض المذاهب حرمة الأخذ منها مطلقا مطلقا فده رواية في رواية تانية الرصاصة عن نظر لنحاية الأخرى ثم رزع إليهم مستنكرا وقال لهم وإلكم ما هذا فقال له أمرنا ربنا أن نحلق هذا هذه ونعفي هذا فقال لهم أما نحن فنخالف سنتكم شوفوا رصاصة بيدور عليه فنخالف سنتكم فنعفي هذه ونترك هذه بعد أن قال لهم أن أن ابن أخطر الملك بتاعكم انقلب عليه وقتله قالوا لهم إزاي ده حالية سايبينه قال لهم ما هترجعوا هتلوه تقتل وفعلا ده الدليل ده الدليل الثاني الدليل الثالث رسول عصم قال في الحديث والحديث صحيح والحديث صحيح ليس منا ما لم يأخذ من شاربه ليس منا ما لم يأخذ من شاربه يعني ما بيأخذ юда من الشارب بتاعه ويسيبه ويسيبه ويقبر لغاية ما ينزل على الفم ليس من المسلمين فقول الرسول صاحب من غشانه فليس منا بيقول لاس منا ما لم يأخذ من شاربه والحديث صحيح فنبقى لكم في الفم heat دول عصراني قال ليس منا ما لم يأخذ من شريبة الدليل الرابع سيدنا عمر القطاب كما جاءت الأثار كان بيرد شهادة من ينت في الحياته يرد شهادته يبيل شهادته تعرفين معناها رد الشهادة معناها الإنسان ده فاسق خليبا لكم أقول لي من ينت في الحياته يعني بيأخذ منها بعض شعرات بيأخذ منها بعض شعرات إذلك الصحابة والطبيعين والرصاصة كان عنده لحية كسة الصحابة kalau biology عندما كان يدور كان يشاهدوا عن حياته وكان يشاهدوا حياته تعرف ان الواحد في انه من حياته وكأن حيارةじゃない وكان يدور ج watched سيدنا عمر القطاب كان عندما يدوره كان لكن إنهم من حياته كان كبيرا أقوائي من حياته هذا سيلم من رصاصة مباشرة بينما أصحابة والطبيعين فüsكوا جمهور العلماء القطاب أعداد من القطابة كانت من الق fa قالواح حلقة اللحية بدعة حلقة اللحية تخنص حلق الليحية تشبهه بالنساء والكفار والمجوس بل بيفسقه حالق الليحية أمام مالك كان يرد والحالق الليحية فاسق ومرضود الشهادة على ماذا بسيدنا عمر وأنا سأعطوك هذا رأي 25 عالم أو 24 عالم مثل الإمام مالك قال حلق الليحية مصلة تشويه الفطرة الله سبحانه وتشويه الخلق الله سبحانه كلهم يقولون أنها بدعة وتخنص وتشبه بالكفار وأهل الكتاب فهذا يعني تنتقل الله سبحانه وتعالى وتشبه بالنساء يعني تشبه بالنساء هل تخنص والعوذ بالله هل تقبل عناسك أنها تكون مخنص فتوب الله سبحانه وتعالى فترقش ربنا سبحانه وتعالى وأنت وعندك تخنص وعندك تشبه بالنساء وعندك تفعب بالكفار والمشكين وأهل الكتاب وغير صحيح أن الليحية تخلل واحد شكل وعش ده إحنا اللي تعودنا عندنا ثقافة خطيئة لكن لو الناس كلها تربي الليحية السيدة عايشة كانت تقول كانت تقول الليحية زينة الرجال زينة الرجال هي اللي بتمائي هي اللي بتزينه مش بتوحش شكله هي اللي بتمائيز الرجل عن المرأة لذلك أحد العلماء كان أجرد كانت بتلع له شعار خالص كم يقول أنا نفسي أشتري الليحية ولو بعشرة تلف درهم لو أقدر أشتري لو الليحية تباع وتشترى كنت اشتريتها بعشرة تلف درهم لذلك الليحية تحض الإنسان على الفضيلة وتمنع إنسان إنسان لما بيكون عنده الليحية بيكسف أنه حتى يخطئ لأن الناس بتعتبرهم مال وتعتبرهم كأنه مثل لها لأنه ده المظهر الخريط على المصف فنتقل الله سبحانه وتعالى رسول الله السلام جعل لنا شخصية مستقلة ولنا مظهر جعل لنا مظهر خاصا بنا فنتقل الله سبحانه وتعالى ونبدلش في دين الله سبحانه وتعالى ونبتدع ونتشبه بالنساء والكفار والمجوس وأهل الكتاب فإن هكتبلكم فيه أيكونة على الشمال جنب العنوان نضغطوا عليه هيتفتح هيتفتح وصف الفيديو هتقروا رأي 24 عالم من كبار العلماء بداية من قائمة 24 حتى يومنا هذا حتى يومنا هذا يرؤوا 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 الكلام ده فهتزهالوا ونرأي العلماء ده اللي ما يعرفش بعد ذلك ما لكش حجة اللي يعرف ويصر يبقى متكبر يعني يعني واحده عارف ان اللي بعمله ده غلط وتلاقي بقى اللي بطلع تبرة وتطلع في تبريلات عشان يحاول بأي طريقة انه استحل ما حرم الله سبحانه وتعالى عرفت عرفت فالزم قريت أروا علماء قريت إلى دين الله يجب عليك أن تتبع اتبعوا ولا تبتدعوا قد كفيتوا فأنا سأكتب لكم كلام ده انسخون شرور نشر هذا العلم في ثواب عظيم العلم علما فلو أجرم عامل ديام من قيامة اللي هنكوزاك من أجني مشاي ديشوش تفايل الجرس واشتراك في قناة لأسلامكم كل جديد وساعدوني عرش في الصنة وكل قولي هذا استخفر الله لي لكم